ألا بذكر الله تطمئن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجل من الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفخ روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه مشاهدين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن اليوم مستمرون في سلسلتنا الهدى والتبصرة لمن يرى في هذا البرنامج برنامجكم مجالس الذكر في الحلقات السابقة كنا قد تعرضنا وتحدثنا حول آخر الزمان وملوك وحكام آخر الزمان صفاتهم ودورهم في صناعة واقع الأمة ثم بعد ذلك تحدثنا حول علماء آخر الزمان وأحوالهم وصفاتهم ودورهم في صناعة واقع الأمة من خلال ما قدمه حضرة سيدنا أحمد عليه الصلاة والسلام المسيح الموعود والإيمان المهدي في كتابه الهدى والتبصرة لمن يرى اليوم إن شاء الله تعالى سنصلت الضوء على موضوع جديد آخر مهم وهو مشايخ آخر الزمان كما وصفهم حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام معي ضيوفي في الستوديو كل من الأستاذ تميم أبدقة الداعية تميم أبدقة والأستاذ عبدالقادر مدلل مشاهدين الكرام في كل مكان أينما كنتم كما دائما نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم ومشاركاتكم لنثري معا هذا النقاش وهذا اللقاء إما عبر موقعنا على الإنترنت اسلام أحمدية دوت نت عبر المشاركة الحية أو عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة فأهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما وبمشاركاتكم واقتراحاتكم بداية أستاذ تميم في الحلقات السابقة تحدثنا حول علماء آخر الزمان ونجد حضرة سيدنا أحمد عليه السلام في وقت متأخر في آخر هذا الكتاب يتحدث عن مشايخ آخر الزمان فهلحتم لي وللإخوة المشاهدين ما الفرق بين علماء آخر الزمان ومشايخ آخر الزمان كما قصد حضرته يعني لابد أن هناك فرق لأنه عليه السلام فصل بينهما في الحديث يعني تحدث عن هؤلاء لوحدهم وعن هؤلاء لوحدهم فلابد أن هناك فارق هل لا وضحته لنا مبارك الله فيكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأصل ألا يكون هناك فارق بين العالم وبين الإنسان الرباني طبعا بداية نود أن أؤكد أن ما قصده المسيح المعود عليه الصلاة والسلام من مشايخ آخر الزمان إنما قصد به مشايخ الصوفية الذين يسمون أنفسهم بالأقطاب وبالأبدال والذين يريدون أن يظهروا بمظهر العارفين المقربين إلى الله تبارك وتعالى لا شك طبعا أن الواقع أفرز فئتين من العلماء لنقول أو من المشايخ فئة هي فئة العلماء الذين يهتمون بعلم الكلام والذين يهتمون مثلا بالفقه وبالحديث وما إلى ذلك العلوم الإسلامية المختلفة وهناك فئة أخرى هي فئة الزهاد من العلماء أو الذين يريدون أن يقدموا أنفسهم كأولياء أو كأقطاب أو كأبدال ولكل منهم في الواقع سمات منفصلة الحقيقة طبعا ما يتعلق بالأولياء والصوفية في هذا الوقت ربما انحسر عددهم وانحسر دورهم بشكل كبير مؤخرا لميل الناس إلى جانب علم الكلام وإلى جانب العلوم الأخرى من العلوم الإسلامية نحن نتحدث انحسر مقارنة عن زمن المسيح المعودة عن زمن المسيح نتكلم عن حوالي 120 سنة نعم ولا شك أيضا أن في المغرب العربي على سبيل المثال ما زال لهؤلاء الصوفية وجود ودور أكبر منه في المشرق العربي يعني ما زال لهؤلاء موجودين ولكنهم ليسوا بذلك الحجم وبذلك التأثير نسبيا الذي كان في زمن المسيح المعود عليه الصلاة والسلام لكن الأصل أن يكون العالم الرباني مقربا وعارفا بالله تبارك وتعالى لأن العلم الحقيقي مصدره التقوى ومصدره توافق القول مع العمل ومصدره طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل الذي بناء عليه يتعلم الإنسان ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى في نفس الوقت فالحقيقة أن العلماء أو المشايخ الذين يقدمون أنفسهم كمفتيين أو كعلماء كلام أو كفقهاء أو ما إلى ذلك في هذا الوقت الجفاف يظهر فيهم ويظهر أنهم في الواقع عبارة عن أناس يعني لنقل فيهم كثير من القسوة وكثير من الحقيقة يعني من عدم الرقّة واللين التي هي في الواقع سمات وصفات المؤمنين وبالمقابل هناك فئة يظهرون أنفسهم كالمتواضعين وكالحلماء وكالبسطاء أو الفقراء أو المساكين يعني يقدمون أنفسهم بهذه الحلية وبهذه الصيغة لكي كما قلنا يقدموا أنفسهم كأولياء وكأبدال وأقطاب المهم أن المسيح المعود عليه الصلاة والسلام عرض في أول الكتاب العلماء الذين هم علماء الكلام والذين يفترض أن يدافع عن الإسلام بما لديهم من هذه العلوم وفي الجزء الأخير توجه إلى هؤلاء الذين هم علماء الصوفية أو لنقول مشيخ الصوفية أو النساك والزهاد أصحاب الطرق وأصحاب الزوايا الذين يجمعون الناس حولهم والذين يقولون بأننا نريد أن نقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى وأن نعرفهم بالله تبارك وتعالى من خلال اتباعهم لطرقنا الصوفية هذه نعم جزاكم الله أحسن الجزاء أستاذ عبدالقادر اندلل هل لا وضحت لنا من فضلك من خلال ما بينه حضرة المسيح المعود عليه الصلاة والسلام أحوال هؤلاء المشايخ والمتصوفة يعني كيف بينهم وبين أحوالهم حضرة سيدنا أحمد عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين يعني بداية أود أن أذكر في ما يدور حوله هذا الكتاب كالتناول المسيح المعود عليه السلام يعني هذه الطوائف أو الفئات المؤثرة في المجتمع والتي إن صلحت يرجى منها إصلاح المجتمع فتناول دور الحكام والعلماء ثم دور الإعلاميين والآن دور المشايخ وسنذكر لاحقا دور الشعب وهنا يبين حضرته أن جميع هذه الفئات التي يرجى منها إصلاح حال الأمة هي في الحقيقة فاسدة وفاقد الشيء لا يعطيه وقد ذكر حضرته في الكتاب أن هؤلاء العلماء هم للإسلام كالداء لا كالدواء وبكل أسف الآن هو يتحدث عن هذه الفئة فئة المتصوفة وكما ذكر أخي تميم بأن هذه الفئة أصبحت الآن يعني في انحصار وتراجع في ظل في هذه الفترة وفي هذه المرحلة والتي أيضا يبدو أن التجارب والاختبار لمثل هذه الحركات أيضا سيؤدي بها إلى الانحصار والتراجع والسبب في ذلك أنه هنا هذه القضية الأساسية التي نحن ننادي بها كجماعة أنه بما أن الخادم الصادق والمبعوث السماوي وخادم الرسول صلى الله عليه وسلم المهدي والمسيح قد جاء فإن كل هذه الطوائف لا بد لها إلا أن تتراجع ولا يمكن أن تمثل طائفة الصلحاء والأولياء من هذه الأمة لأنه ليس هناك إلا تلك الجماعة التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالالتزام بها وبمبايعة إمامها ينخذع الناس عندما يسمع المتصوفة وهم يعني ينعزلون عن الناس وفي خلواتهم ويظهرون التواضع والعبادة لله عز وجل ينخذع الناس في أفعال وتصرفات هؤلاء المشايخ ولكن كما وصفهم عليه السلام بأنهم يبدون من الظاهر كالحملان ولكنهم في قلوبهم كالذئاب يعني أنهم يقولون ما لا يفعلون وبالتالي عندما أنت تختبر وتتجالس هؤلاء المشايخ تتضح لك حقيقة أمرهم فهذه الصفات الظاهرية التي تبدو لهم وأنهم فقط كما بيّن حضرته فقط يظرفون الدموع هذه قصوى كراماتهم يعني لا تظهر هذه الكرامات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لأوليائه عندما تكون هناك علاقة وصلة حقيقية بالله عز وجل تكون هناك الكرامات وأنهم يقولون الله سبحانه وتعالى على أوليائه فيعني أريد هنا أن أكرأ ما قاله حضرته عن هؤلاء المشايخ يقول لعلك تقول إن مشايخ هذا الزمان الذين عدوا من أولياء الرحمن هم قوم مصلحون فليحفظ إليهم المسلمون فإنهم فانون في حب حضرة الكبرياء ولا يضيعون الوقت في الزهوة والخيلاء بل يريدون أن ينتهج الناس مهجة الاهتداء يعني هكذا يظهر أنهم يريدون أن يهدوا الناس ويريدون أن يصلوهم بالله عز وجل وينقلوا من فناء الأهواء إلى مقام الفناء أنهم يعني زهدوا في هكذا يظهرون أنهم زاهدون في هذه الدنيا ولكن كما سنبين بأنهم بالعكس هم تحولوا إلى تجار في هذه الحياة وقد آثروا تلاوة القرآن على اللهو بالأكران تراهم جالسين في الحجرات منقطعين إلى رب الكائنات هكذا يظن الناس عن هؤلاء المشايخ ويحسبونهم كذلك يقول حضرته فاسمع مني إنا نؤمن بوجود طائفة من الصلحاء في هذه الأمة ولو كانوا يكفرونهم ويؤذونهم بأنواع الفرية والتهمة ولكننا نجد أكثر مشايخ هذا الزمان مرائين متصلفين متباعدين من سبل الرحمن يظهرون أنفسهم في المجالس كالكبش المطمر وليسوا إلا كالذئاب أو النمر يحمدون أنفسهم متنافسين إنا أهل الله ما أطعنا مذ يفعنا وإن نفوسنا مطهرة وكؤوسنا مطرعة ونحن من الفقراء والمتبتلين إلى الله ذي العزة والعلى هكذا هم يعني يدعون أو يزعمون أنهم هم أهل الله وأهل التقوى وهذا كما سنرى خلال هذه الحلقة ما هو حقيقة إلا مجرد إدعاء لأن الذي يقول قول وهذا القول ينبع من إيمان حقيقي وصلة حقيقية بالله عز وجل لابد أن هذه الأقوال تتترجم إلى واقع وإلى عمل لابد أن تتولت في هؤلاء الناس تلك الحرقة والألم على هذا الدين ولكن يعني كما سنرى أنهم حقيقة آثروا الإنزواء والجلوس في الحجرات والزوايا حتى أن المساجد أعتزلوها آثروا كل هذه الأمور فهذه علامة على أن ما يقولونه هو مجرد إدعاء وزعم نعم برزاكم الله مرة أخرى مشاهدين الكرام نحن سابقا تحدثنا حول أحوال علماء آخر الزمان كما وصفهم حضرة سيدنا أحمد عليه السلام والعلماء هؤلاء هم الذين يعني يكثرون الكلام والدراسات وترونهم على القنوات وفي المحافل وإلى آخره أما الآن فنحن نتحدث عن مشايخ آخر الزمان هؤلاء النساك العباد الذين يعني يدعون أنهم هم أهل الله وأحبته وهم الربانيون وهم الأولياء وهم الأصفياء لذلك حتى يكون لذلك واضحا ولا يتم الخلط أستاذ تميم من علامات القرب والحب الحال مشايخ آخر الزمان مع هذا الأمر بالذات كما وصفهم حضرة سيدنا أحمد عليه السلام طبعا لا شك أن الكرامة هي في الواقع شيء حتمي للمقرب من الله تبارك وتعالى فالمقرب يدعو الله تبارك وتعالى ويقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن هم الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصدقون والشهداء والصالحون فالولي الحقيقي لله تبارك وتعالى يكون وارثا لهؤلاء وارثا للقرب الإلهي ويرى من الله تبارك وتعالى هذه الكرامات التي هي بمنزلة المعجزات هؤلاء يدعون أنهم أصحاب كرامات ولكنهم في الواقع ليس لهم أدنى كرامة وإنما يحبون أن تكون لهم هذه الكرامات ويجعلونها علامة تسويقية نعم ولا يظهرون أي شيء ولكنهم يدعون بذلك بينما المقرب الحقيقي لو أعطاه الله تبارك وتعالى شيئا من الكرامة فإنه سيعتبره شيئا عزيزا هدية عزيزا من الله تبارك وتعالى لا يظهرها إلا من باب تحديث النعمة وليس مراءاتا ولا من أجل أن يجلب ولا تباهيا ولا من أجل أن يجلب المنافع والمكاسب من خلالها وإنما يفرح بها فرحة المحب لما أعطاه إياه محبه فهذه هي الحقيقة أن الله تبارك وتعالى فعلا من علامات قربه ومن علامات حبه أنه يري المقرب هذه الكرامات ويفتح عليه أبواب العلوم المختلفة كما قلنا وليس هذا فحسب وإنما يطلعه أيضا على شيء من الغيب وليس هذا أيضا فحسب وإنما يسخر أن هذا الشخص إذا دع الله تبارك وتعالى سيجد أن أكثر أضعيته مستجابة ثم أيضا يجعل الله تبارك وتعالى له بركات في وجوده وفي قيامه وفي قعوده ويرى الناس ويلمس الناس هذه الأمور وهو يكون خاضعا مستكينا لله تبارك وتعالى لا يظهر هذه الأمور ولا يباهي بها بينما لا تفضل يعني فقط في جماعة المؤمنين الحقيقية بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تجد هذا الأمر تلمسه كثيرا لدى أبناء الجماعة وخاصة وعلى رأسهم إمامهم الخليفة كل الخلفاء يعني تلاحظ هذا الأمر حتى من غير الجماعة من غير الأحمديين هم طلبوا الأدعية ورأوا كثير من الكرامات وكانوا شاهدين على كثير من المعاملات الخاصة لله سبحانه وتعالى مع هؤلاء المقربين حتى من غير الجماعة ويعني وما يعلمه الناس هو يعني كما يقولون نقطة في بحر تفضل الله سبحانه وتعالى عليهم وهذا يعني ليس سرا وليس لا هذا يحضرني في هذا الوقت حادثة حدثت أننا كنا مرة في لندن في برنامج أو في التحضير لحلقات البرنامج الحوار مباشر فجاء أحد الضيوف وجلس إلينا وهو كان طبيبا من أمريكا أمريكي الأصل يعني ليس من أصل عربي أو شرقي أو باكستاني ويعني قلنا فلنتحدث إليه فتحدثنا إليه فقال أنني أريد أن أوفر عليكم أنا لست بحاجة إلى أي أدلة إضافية على صدق هذه الجماعة وطبعا لم يكن قد أسلم حتى ولكنه كان يتحدث والدموع تترقرق من عينيه وأخبرنا بحادثتين تتعلقان بأسرته وكيف أنه له أصدقاء من الأحمديين وطلب هؤلاء الأصدقاء منه أن يكتب للخليفة عندما واجهته بعض المشاكل لا أريد أن أذكر تفاصيل هذه القصة المهم أنني عندما ذهبت إلى أمير المؤمنين أيده الله تبارك وتعالى في اللقاء أخبرته بما أخبرنا به هذا الشخص فطبعا الذي رأيته أن الخليفة أيضه الله تبارك وتعالى بنصر العزيز تواضع لله تبارك وتعالى وخضع وقال في الواقع هذه الأمور هي ليست لي وإنما هي عبارة عن أدلة على صدق الإسلام يريد الله تبارك وتعالى يريد الله تبارك وتعالى أن يظهرها لكي تكون حجة على الآخرين فلم ينسب هذه الأمور التي كانت في الواقع كرامات له لم ينسبها لنفسه وإنما نسبها إلى الله تبارك وتعالى وإلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في الحقيقة فعلا كل كرامة وكل نعمة يمن بها الله تبارك وتعالى على أحد من المسلمين إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم ويجب أن يؤدي المسلمون الأمانات إلى أهلها والمسيح المعود عليه الصلاة والسلام كان يقول إن كل شيء أتى به إنما كان من بركة النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى كان قد أخبره ذلك في الوحي عندما قال كل بركة من محمد صلى الله عليه وسلم فتبارك من علم وتعلم وقال المسيح المعود عليه الصلاة والسلام إن كل رؤية حتى صالحة إنما هي إذا رأى أي مؤمن هي للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه هي الحالة ومن حالها إلا لاتباعه وعشقه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم فهذه هي الحقيقة التي يعرفها العلماء الربانيون الحقيقيون المقربون من الله تبارك وتعالى بينما هؤلاء في الواقع يدعون الكرامات وليس لديهم أي أدنى كرامة إنما يحاولون أن يظهروا أنهم أصحاب الكرامات نعم هنا فقط ملاحظة أن من بين هؤلاء الصوفية وهم كل أناس فعلا صادقون وعارفون بالله عز وجل لذا فهنالك يعني من هؤلاء الصوفية من يعني بايع أو أمر أتباعه بمبايعة المسيح الموعود عليه السلام وحتى أن الشخص ذلك الصحابة الذي تمت به عقد البيعة هو صوفي الأصل فطبعا في البيعة البيعة الأولى فلا شك أن أحمد جان فلا شك يعني أن العلاقة التي تتصف بالصفاء والنقاء البعيدة عن الشهرة والرياء التي يعني يتصف بها الإنسان بالتواضع والانخضاء والخضوع أمام الله عز وجل لا شك أن يعني هذه هي الصوفية التي نحن يعني نتحدث الصوفية النقية التي هي يعني تتصف بتلك العلاقة العظيمة الراقية الروحانية مع الله عز وجل البعيدة عن الخرافات والبدع وما أدخل حقيقة من هذه الأفعال التي طبعا نحن لا نقبلها نحن لا ننتقد أحد من باب يعني حب التشهيرة وإلى آخره كما تفضل أستاذ عبد القادر إن كنا نتحدث عن الصوفية الحقيقية فنحن الصوفيون للحقيقيون الصوفيون إذا تحدثنا عن الصوفية التي هي حب الله سبحانه وتعالى وعشق الله سبحانه وتعالى والربانية يعني والسعي في كل الطرق لإرضاء الله سبحانه وتعالى فالأحمدية هي الصوفية الحقيقية نعم أصلا على كل حال العلماء الربانيون الصوفيون الحقيقيون أو أبرز العلماء الصوفيين الربانيين الحقيقيين في الهند وفي أفغانستان في ذلك الوقت بايع أبرز اثنين بايع المسيح المعود عليه الصلاة والسلام يعني الخليفة الأول مولانا نور الدين رضي الله عنه كان رجلا مشهورا جدا بعلمه الواسع وبقربه من الله تبارك وتعالى كان عالما حقيقيا فيما يتعلق بالعلوم الإسلامية التقليدية من ناحية وكان مقربا جدا حتى أنه كان أحد ثلاثة مشهورين في الهند وكان الناس عندما يصفون المراتب الروح عنه يقولون يعني الشخص يمكن أن يصبح بدلا ثم قطبا ثم 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 يعني لشهراته يقولون ثم يصبح نور الدين إلى هذه الدرجة قبل الأحمدية قبل الأحمدية وكان رجلا له كرامة عظيمة بمعنى أنه كانت تظهر على يديه الكرامات طبعا بلا شك بسبب هذه العلاقة بالله تبارك وتعالى ولكن هذا الاعتزاز لم يجعله متكبرا أمام هذا المبعوث الرباني وأنما جاء خاضعا متواضعا أمامه لم يعرف في تاريخه أنه ذل لا لملك ولا لسلطان ولا لرئيس ولا لمسؤول ويعني هذا كان معروفا عنه أنه كان دائما معتمدا ومعتدا بالله تبارك وتعالى ولا يريد من أي إنسان أي شيء لدرجة أنه يعني عندما كان في بلاطة كان المهراجة يخافه ويخشاه ويخشى حتى أن يتحدث بأي شيء يمكن أن يغضبه لأنه يعلم أنه في أي لحظة يمكن أن يترك المجلس أو أن يترك العمل عنده ويذهب ولكنه كان خاضعا متذللا عند المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إلى أبعد الحدود أيضا المرحوم الشهيد عبداللطيف كان أعظم علماء أفغانستان وكان رجلا روحانيا ربانيا مقربا من الله تبارك وتعالى وعندما عرف المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام خضع بين قدميه وفي آخر لقاء له بالمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ألقى بنفسه بين قدمي المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الذي كان الناس يتمنون أن يقبلوا قدميه في أفغانستان هو ألقى بنفسه بين قدمي المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لم تدفعه هذه العزة التي أعزه الله تبارك وتعالى بها إلى الاستكبار عن من عرف بأنه أعظم منه ويعني كما يروع عن الخليفة الأول رضي الله عنه أنهم قالوا له أنت كنت رجلا ربانيا عظيما كنت مقربا من الله تبارك وتعالى بشدة فما الذي أضافه إليك بيعتك لميرز غلام أحمد عليه الصلاة والسلام فقال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية والآن أراه في اليقظة يعني يقول بأن اتباع المسيح المعود عليه الصلاة والسلام زادني كرمة وزادني فائدة فهذه هي المسألة كما قلنا هذا يدل على أن العلماء يجب أن يكونوا ربانيين هذا من ناحية من ناحية ثانية أن العالم الرباني الزاهد القطب البدل الولي الصحيح في الواقع يخضع للحق ويقبل الحق ويتواضع أمام الحق ولا يمكن أن يتكبر على الناس ولا أن يكون صاحب زهو أو خيلة نعم أسمعنا من فضلك قليلا مما قاله حضرة سيدنا أحمد حول هذا الأمر بارك الله فيكم يعني يقول المسيح المعود عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الصوفية المزعومين ولم يبق فيهم كرامة من غير ذرف الغروب مع عدم رقة القلوب يعني الكرامة الوحيدة التي يقدمونها أنهم يتباكون يبكون مباشرة يحاولون أن يظهروا بأنهم على علاقة بالله فيبكون وكثيرا ما نرى من هذه الوجوه لنقول السمجة التي تظهر أحيانا والتي هي عدوة للحق وبين فترة وأخرى يبكون بطريقة واضحة أنها متصنعة لكي يقولوا بأننا أصحاب علاقة وقرب مع الله تبارك وتعالى وما بقي بدعة إلا ابتدعوها ولا مكيد إلا تقمصوها ولا يوجد في مجالسهم إلا رقص يمزق به الأردية ويدمي الأقفية وبما وسعت الدنيا عليهم بدلت عرائكهم وصار مصلى الحجرات أرائكهم فهذا هو سبب نقيصة رويتهم ودهائهم وطرق إباحتهم وقلة حيائهم والمشكلة أيضا الإباحة وقلة الحياء يعني هؤلاء الناس الذين يعرفونهم يعرفون أحوالهم يعني الواقع أنهم يتجاوزون كل الحدود بدعوة أنهم على علاقة بالله تبارك وتعالى وأن كلامهم هذا في الواقع ليس إلا من باب أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى فمثلا يمكن لأحد هؤلاء أن يرى فتاة فيتغزل فيها ويتغزل بمفاتنها ويقول سبحان الله العظيم انظروا إلى جميل صنعة الله تبارك وتعالى يعني ويبالغ في هذا الأمر وهناك من الصوفية من يبالغون في غزل صريح ويقولون بأن المقصود من وراء ذلك هو الحب الإلهي والخالق الذي خلق هذا الأمر فقلة الحياء والإباحة هي فعلا شيء من صفاتهم وأن الله تبارك وتعالى إذا سلب من نفس التقوى الذي هو أشرف النعم فجعل تلك النفس كالنعم يعني الذي يترك التقوى يصبح كالأنعام لا يهتم إلا بالطعام والشراب والتمتع الله تبارك وتعالى يقول يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنور مثوى لهم ويقول أيضا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل وهذا هو حال هؤلاء وإذا ختم على قلب نزع منه نكاة العرفان وجعله كجبان وحيل بينه وبين شجاعة الإيمان فيصبحون كالنسوان لا كالفتيان ولا يبقى فيهم من غير حلي النسوة مع شيء من الخيلاء والنخوة وينزعوا عنهم لباس الحكم البارعة والكلم البليغة الرائعة ولا يوطى لهم حظ من مسك المعارف وريح الفاتحة وهذه أحوالهم هؤلاء الناس جبناء لا يهتمون إلا بالدنيا ومكايدها ولا يهتمون إلا بجمعها ولا يهتمون بالدين مقدار ذرة الجزاء مشاهدين الكرام نذكركم أنه يستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم إما عبر موقعنا على الإنترنت إسلام أحمدية دوت نت أو من خلال أرقام ظاهرة أسفل الشاشة معنا من سوريا الأستاذ عبد المجيد عثمان سلام عليكم وعليكم السلام يا جماعة السلام أهلا بك أخي نعم وعليكم السلام يا جماعة السلام دعم تفضل تفضل أخي نسمعك نعم يا من أثبتتم بالقول والفعل إن الإسلام دين السلام يا من أسلجتم صدورنا بالحقائق التي توضحون وأنظرتم بصائرنا بالشروح البسيطة والمجسرة التي تقدمون يا من رفعتم رؤوسنا بشعاركم الحب للجميع ولا كراهية لأحد وقد جسدتم هذا الشعار أما مداخلتي فقصيرة موجيزة بعنوان الإسلام دين الفطرة فهو ميسر للمدكر والمتقي وغير محتاج للفلسفات والطلطمات والألغازي قال تعالى في أربع مواضع من سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال واتقوا الله ويعلمكم الله فالمطلوب الإبكار والتقوى الإبكار والتقوى نعرف مبعوث السماء الإمام المهدي لأمة ضلط والمسيح الموعود لأمة حرفت الكلمة عن مواضعه أما المبايعين له فيمسحهم المسيح برحمة الله ويهديهم صفات مستقيمة والسلام عليكم يا جند الحق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الأحسن الجزاء خالد الساعدي من اليمن السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل كيف حالك يا شيف الحمد لله بارك الله فيك الله بارك فيكم ونصقكم إن شاء الله وأحب أن أشارك معكم بهذا البرنامج وأول مرة يعني تفضل يعني سمعتكم على الصوفية وأن حالتهم الصوفية وهم ادعونا يعني ما لا يعني أنهم عندهم الكلامة وعندهم الكلامة وعندهم الكلامة ولا لاشرام حجة نعم نسمع وهم ادعونا غير ما يعني ما يفعلون ما عندهم النحب والموالد وهذه كلام فاضي وهم ما عندهم أيها غير هذا نعم نعم جزاكم الله أحسن الجزاء يعني حضرة المسيح موعود ذكر أنه لابد دائما أن يكون هناك من هم يعني علماء وربانيون ويسعون حقيقة في حب الله سبحانه وتعالى ولكن نحن نتحدث عن الشريحة والسواد الأعظم منهم أشكرك أخي وجزاك الله أحسن جزاء معنا من المغرب الأستاذ محمد الأمازيغي السلام عليكم وعليكم السلام الفضل أخي هل تسمعني؟ نعم بارك الله فيكم بداية أحيي ضيوفك الكرام وأود أن أدوى بدلوي في برنامجكم هذا في ما يجري في العديد من دول المسلمين وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك قراءة خاطئة لدين الله فترى ما يسمى هناك العديد من المشاكل التي تخبط فيها المسلمون السبب فيها هو عدم قراءة لدين الله قراءة صحيحة وما يسمى بالخريف العربي أدى إلى الفتنة حقيقة وعدم الاستقرار في الدول ذات الأنظمة الاستبدادية وأعتقد أن هذه نقطة عطافية ستارغية للمسلمين كفا وكي تتخلص من هذه الأوضاع يجب قراءتها للدين قراءة صحيحة حتى يعمى السلام نعم وشكرا أخي القيام بارك الله فيك وجزاك أحسن جزاء أستاذ عبد القادر أحسست أنك تريد أن تضيف قبل أن أخذ الاتصالات نعم هؤلاء الصوفية يعني شيء يمثل جوهر وروح الإسلام ونحن نعرف أن أنفال عبد القادر الجيلاني يعني وغيرهم من هؤلاء المتصوفة يعني وهذه النقطة الجميلة أن الإنسان عندما يكون بينه وبين الله عز وجل علاقة صادقة سيؤمن من خلال التجربة أن الوحي مستمر وهذه هي سمة بارزة عند الصوفية الأتقياء وهذه في غاية الأهمية الآن الصوفية عندما أنحرفت أصبح هؤلاء الصوفيين يعني يتوهمون هذه الكرامات أو يتحدثون عنها من الناحية التاريخية كأنه كان يحدث مع هؤلاء العلماء تلك الكرامات ولكن وبكل أسف عندما أنحرفت الصوفية عن مصارها الصحيح أصبحت أفعال وسلوك أو أدخلت الصوفية تلك البدعات الدخيلة عن الدين وأصبحت كأنها جزء من العبادة كما تظهر من خلال صلواتهم عندما هم أو الحلقات التي يعقدونها وهذه أشياء كلها دخيلة عن الدين كذلك الصوفية يعني جعلت هؤلاء المتصوفة يجلسون منعزلين عن ما يحيط بهم ويظهرون للناس وكأن الإسلام فقط أراد من المسلم أن يجلس فقط في داخل دار العبادة وهذه هي الغاية من الدين بكل أسف نعم أحسن الجزاء أنا أريد أن أستمر معك أستاذ عبد القادر في سؤال يعني باعتقاده جد ومهم وهو أنه يعني لا شك أن نقاء النفس وصفاءها من علامات المقربين وأن هذا النقاء بمنزلة الزيت في السراج كما يعني ذكره الله سبحانه وتعالى في المثل القرآني في سورة النور عن نور الله تبارك وتعالى فما يعني الصلة فما صلة هؤلاء المشايخ وعلاقتهم بهذا دعنا نقول النقاء والصفاء الذي من المفترض أن يكون لهم كالزيت في السراج حتى يكونوا منارات للهدى نعم حقيقة أنها عندما تكون هناك علاقة نقية طاهرة مع الله عز وجل يكون هذا الإنسان العارب الله عز وجل يعني يظهر نوره يظهر تأثيره في يعني يعني على أتباعه يعني تجد هذا الإنسان فعلا زاهدا حقيقيا في هذه الدنيا يعني لا يقلق ولا يعني 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 يفكر في أمور هذه الدنيا ولا يضطر يعني مطمئن هذه هي أيضا أستاذ عبدالقادر قد يقول أحدهم هؤلاء يجلسون في في زواياهم التي هي في داخل بيوتهم لا يخرجون ولا يعملون يعني ولا يختلطون ولا يتعرفون يتعرفون على هموم الأمة وحياتها اليومية يصلهم طعامهم وهدى الهدايا من مريديهم وإلى آخره في بيوتهم وهم دائما هناك ولا هم لهم ولا هموم عندهم ولا ولا شيء يكدر يعني صفوهم فلماذا لا نستطيع أن نقول أن هؤلاء هم أيضا أصفياء بالعكس هذه هي النقطة يعني الخطيرة هذه هي هذا الذل أصلا الذي لا يرضاه الإسلام أن الإنسان لابد أولا أن يعتمد على نفسه في الحصول على رسقه ولا يمد يده للآخرين وهذه ليست صفة أصلا المتقين ولكن هؤلاء الناس بسبب يعني إنعزالهم عن الناس وثم كما يزعمون أنهم ينقطعون في العبادة يحتالون على مريديهم ويأخذون منهم الأموال وتتطور الأمور حتى أنهم تصبح الأمور يعني تجارية وثم هم ينغمسون في هذه الدنيا وتصبح العلاقة مع الله عز وجل هي مجرد علاقة سطحية يعني شكلية فكيف أن هذا الإنسان هو يريد مقابل هذه يعني العلاقة أو هذا الدعاء من مريده يريد مالا أو مقابلا مجرد أن يدعو لهذا الإنسان فهذه هذه علاقة زائفة مع الله عز وجل ليست علاقة حقيقية وهذا ما يعني بيّنه حضرته حيث قال عن هؤلاء المتصوفة ولا يؤطى لهم حظ من مسك المعارف وريحه الفاتحة تكدر سراج الإسلام من تكدر زيتهم وما هم إلا كرواية لبيتهم هم يعني مجرد آثار لهذا الدين ولا يمثلون هذا الدين حقيقة أطلال نعم أطلال نعم يحسبون همومهم كالجبال الثقال ويحتالون لهم كل الإحتيال أصبح هموم الدنيا كالجبال وهذه ليست علامة الإنسان المؤمن التقي المتوكل على الله عز وجل الذي يفوض أمره لله سبحانه وتعالى في كل الأخوات نستطيع أن نقول أن المؤمن يتمتع بهذا الصفاء وهذا النقاء وهذه الطمأنين رغم وجوده في قلب الأحداث في العالم يعني هو دائما في القلب ودائما في المقدمة ودائما يصنع التاريخ ويحاول إحداث التغيير في الصف الأول في هذا العالم ورغم وجوده هنا هو يتمتع بهذا الصفاء وهذا النقاء وهذه الطمؤنين هو في الواقع علامة الولي وفقا للقرآن الكريم هي كالتالي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم والبشراء والدنيا والآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم كذلك الله تبارك وتعالى عندما يذكر باستمرار في القرآن الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون إنما يؤكد أن هذه هي أبرز وأهم سماتهم يعني أن هؤلاء الناس لن تجدهم يخافون من الماضي ولا يحزنون عليه ولا يخافون من المستقبل وإنما يشعرون بطمأنينة مستمرة لأنهم يعلمون بأن التأييد الإلهي حولهم ومعهم يعني بالنسبة لهم أكبر المشاكل إنما تحل بأن يقوموا من مضاجعهم قبيل صلاة الفجر للتهجد في دعون الله تبارك وتعالى فستحل هذه المشكلة بالنسبة لهم الدنيا هي خادمة لهم لأنها خادمة لله تبارك وتعالى أما في الواقع الذي يهتم للدنيا هما كبيرا ويفكر بأنه لا يستطيع أن يحل مشاكلها وتجده يشعر بالأزمة وكأن هذه الأزمة تسحقه وفي الواقع لا يعبد الله تبارك وتعالى حق العبودية لأنه لو كان وليا لله تبارك وتعالى لأدرك أن كل الأمور هي بين يدي الله فاسأل الله يعطيك خادما للدنيا نعم وهذه هي طبعا يعني علامات الولي هي تلك الاستقامة التي يعني يظهر الإنسان فيها طبعا خلال الاستقامة هو التطبيق العملي لتلك يعني المفاهيم النظرية الإنسان يقول يبدع أنه يؤمن بالله عز وجل وأنه يصبر وأنه يصبر في الصراء والضراء وهذه الحقيقة هذا الإيمان يتجلى في حالة الطمأنينة والسكون المؤمن الحقيقي لا يقلق مهما يعني المصائب والابتلاءات ودائما هو يظهر هذه الأخلاق في مثل هذه المواقف الصعبة فهو لا يأبه لفكر ولا يأبه للمصائب التي يعني هذه هي حالة الولي حقيقة ما معنى الاستقامة الاستقامة هي أن يواجه الإنسان الصعوبات والابتلاءات دون خوف ودون حزن وأن يكون واثقا من النصر الإلهية وهو سيجد أن هذه النصر الإلهية ستصاحبه وستكون معه والله تبارك وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الاستقامة مهمة جدا بعد إعلان الإيمان بعد أن يعلن الإنسان الإيمان للآخرين وبعد أن يعلنه على نفسه أيضا عليه أن يكون مستعدا دائما للاستقامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون القضية ليست مجرد بشارات أيضا وإنما واقع يتحقق الملائكة تأتي لكي تنفذ المشيئة الإلهية والله تبارك وتعالى يجيب أدعيتهم ويجعل الدنيا خدمة لهم بهذه الاستقامة فالاستقامة هي تعني أن الإنسان يكون صامدا أمام الابتلاءات وهو مدرك بأنه إن أصابه ضر فهذا الضر بتقدير إلهي والله تبارك وتعالى أراد أن يمرره في هذا الضر وأن عليه أن يمرره وإذا أصابه خير فهو يطمئن به ولكنه يدرك بأن هذا الخير ليس بشيء إلا أن الله تبارك وتعالى هو الذي أعطاه إياه فيتوجه إلى الله تبارك وتعالى ويقبل إلى الله تبارك وتعالى أكثر ولا ينسى الله تبارك وتعالى بسبب ما خول به من نعم وهذه الاستقامة حقيقة تأتي عندما يكون الإنسان خبيرا عارفا بالله عز وجل له تلك التجربة معه سبحانه وتعالى فتنشى عنده هذه الثقة وهذا التسليم وهذا التوكل والتفويض لله سبحانه وتعالى في كل الأمر وفي كل الأحوال والظروف وهذه حقيقة هي علامة الولية علامة الصوفي الحقيقي الذي نحن ننتقد هنا بعض الجوالب في الصوفية ولكن نقول أن النقاء والصفاء هي حقيقة جوهر الدين وروحه هنا أكمل ما يقوله حضرته بحق هؤلاء المتصوفة فيقول يرون انتهاك حرمة الدين ولا يخرجون من الحجرات ولا تتوجع قلوبهم كالحمى بل صرهم مشاغلهم بالأغاني والمغنيات والمزامير مع قراءة الأبيات ولا يعلمون ما جرى على أمة خير وما قرأوا من مشايخهم سبق المواساة يجمعون كل ما يعطى يعني هنا يتحدث حضرته أن هؤلاء الذين اعتزلوا فقط انكبوا وعزلوا أنفسهم في دور العبادة فأين هم عن دين محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتعرض لهجمة المتنصرين هؤلاء الذين جاءوا لتنصير المسلمين أين هي حرقتهم هم في الواقع لا يعتزلون للعبادة لأنهم لو اعتزلوا للعبادة لخرجوا جهادا في سبيل الله دفاعا عن هذا الدين بالكلمة وبالحجة وبالبرهان وهذا علامة أن عبادتهم ليست حقيقية هم أيضا في الواقع هم يقللون من العبادات ويكثرون من البدعات ومن الرقص والغناء وما يسمونه بمجالس الذكر الزائفة التي هي في الواقع الأشعار والغناء وما إلى ذلك الذي يطربون له ويظنون أنهم بذلك يعبدون الله تبارك وتعالى بذلك هم بكل أسف لا يوفقون للقيام بما قام به الأنبياء وهي تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعة ثم يقول حضرته عن صفات هؤلاء المتصوفة أنهم يجمعون كل ما يعطى ولو كان مال الزكاة والصدقات يعني حتى هذه الأمور يعني أموال الصدقات والزكاة يعني بكل أسف يحتالون عليها فيأخذونها تحسبهم أحياء وهم كالأموات ينخذع بهم الناس يظنونهم أنهم هم الأولياء والأتقياء ولكنهم في الحقيقة هم أموات إلا قليلا من عباد الله كذرة في الفلوات وتجد أكثرهم غريق البدعات والسيئات فيأسف عليهم ما يجيبون الله بعد الممات جزاك الله أحسن الجزاء سيد تميم يعني اشتراء أعداء الإسلام على الإسلام إنما يتحمل إثمه ومسؤوليته هؤلاء المشائخ الغافلين فكيف ذلك وهل لا أيضا أسمعتنا ما قال قليلا من ما قال حضرة سيدنا أحمد عليه السلام حول هذا الأمر بالذات نعم المسيح المعين عليه الصلاة والسلام يقول وكلما كثر من اجتراء النصارى والمتنصرين فلا شك أن إثمه على هؤلاء الغافلين من المشايخ والعالمين فإن الفتنة كلها ما حدثت إلا بتغافل العلماء والفقراء والأمراء المقصود يعني هنا بالفقراء هم الصوفية الذين يظهرون الفقراء والمسكنة فيسألون عنها يوم الجزاء قالوا نحن معشر العلماء والفقراء ثم عملوا عملا غير صالحا بالاجتراء وطلبوا رزقهم بالمكاعد والرياء يعني الحقيقة أن هؤلاء فعلا يتحملون مسؤولية كبرى لماذا؟ لأنهم لم يفعلوا ما يقولون والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يعظون الناس ولا يتعظون يقومون بملاحقة الدنيا إلى أقصى حد ويطلبون من الناس الزهد فهذه هي حالهم حالهم أنهم أناس منكبون على الدنيا لا يهتمون لله تبارك وتعالى ولا للدين فعندما يرى بعض الناس من المسلمين هذه الأحوال من المشايخ الذين يفترضون فيهم أنهم أناس ربانيون يريدون الله تبارك وتعالى فهذا طبعا سيؤدي إلى صدمة وسيؤدي إلى أن يتنصروا ويصبحوا من أعتى أعداء الإسلام كذلك عندما يرى النصارى وغيرهم من أعداء الإسلام هذه الأحوال يجترئون على الإسلام ويقولون هؤلاء إذا كانوا على هذه الحالة فهذا يعني أن هذا الدين ميت ولا قيمة له فهم بهذه الأعمال بالتغافل وبهذه التصرفات وبسبب أنهم لا يقومون بالأعمال الصالحة ويشترئون بالقيام بالسيئات فرصة للنصارى وللمتنصرين للهجوم على الإسلام والسلام الذي يتبادر عندي وأعتقد عن كثير من المشاهدين ربما هو ماذا يقدم هؤلاء للإسلام هذا سؤال بسيط جدا ولكنه هام جدا علينا أن نتساءل حوله وأعتقد أن عليهم أن يسألوا أنفسهم ماذا يقدمون للإسلام نعم فعلا هذا سؤال جيد جدا وفي محله تماما القضية أن هؤلاء سواء من كانوا من الصوفية أو من يقدمون أنفسهم كالعلماء ما الذي يقدمونه من شيء إيجابي أنا في الواقع أستطيع أن أقول لك أنهم يقدمون جوانب سلبية عديدة من أهمها أنهم يحرضون الناس على السيئة وبالذات فيما يتعلق بالإسلام السياسي يعني هم محرضون للفتن محرضون للمشاكل في كل مكان يحلون فيه إنما يحرضون سرا وعلانيا ضد الحكام ويريدون أن يثيروا الناس من أجل أن يحافظوا على مقاعدهم يعني يدعون أنهم ربانيون وأنهم أولياء وأقطاب وإلى آخره ما الذي يقدمونه للإسلام ما الذي يقدمونه لنشر هذا الدين لإبراز عظمة هذا الدين ولتربية أبنائه لا يقدمون شيئا إنما في الواقع كما قلنا يعني الذي يمكن أن يقدموه هو مجرد استعراضات ترضي الناس كبرامج الترفيه المختلفة يعني بعضهم مثلا يقدم دروسا ويتحدث عن السيرة على سبيل المثال أو يتحدث عن بعض القصص للأولياء والصلحاء في هذه الأمة فيستمتع الجالسون لا أكثر ولا أقل ولكنهم لا يخلقون روحا في هؤلاء الناس للعمل بما ينبغي من أجل أن يصبحوا هم أفضل ومن أجل أن ينصروا الإسلام العظيم يعني هي الصوفية أصبحت مهنة يمتهنونها ويستفيدون منها هؤلاء أقطاب المتصوفة ثم هم ينعشون الناس بالترب والنشوة ويظنون بذلك أنهم قد بلغوا العشق الإلهي لو كانوا عاشقين حقا لله سبحانه وتعالى لأثر هذا الأمر في سلوكهم وأخلاقهم ولا أفنوا أعمارهم في خدمة هذه الأمة وخدمة الإسلام ولكن الواقع يقول بغير ذلك لذا نرى الصوفية اليوم تشردمت وتفرقت وهكذا أن هذا البنيان لم يكن يؤسس على التقوى فأنهار وسقط وتشردم وتراجع نعم يعني لسيما أن الله سبحانه وتعالى دائما في كتابه العزيز ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذن لا بد من ارفاق الإيمان والعبادة بالعمل الصالح وبالجهد الدؤوب لإصلاح الذات بداية ثم للسعي لإصلاح المحيط حتى أبعد الحدود اسمحوا لمشاهدنا الكرام أن أخذ اتصال آخر معنا من فلسطين الأستاذ محمود نزال السلام عليكم أرجو من كنترول أن معاودة اتصال مع الأستاذ محمود أستاذ عبد القادر من هؤلاء المشايخ من انشغلوا بالتجارة والأعمال يعني ونجدهم في ذات الوقت يدعونا حمل هم الأمة وشؤونها فهل لا صلتهم الضوء على ذلك؟ يعني هل من الممكن الانشغال بالبيزنس كما يقولون وحمل هم الأمة في معا في كف واحدة؟ طبعا لا يمكن إما هذه أو تلك يعني أنا عاطفا على ما تفضلت به أن هناك ركيزتين متلازمتين أن الإيمان والعمل الصالح حتى أن الله سبحانه وتعالى يحقق وعده بالاستخلاف والتمكين لأي جماعة أو طائفة من هذه الطواف لابد أن تحقق الإيمان والعمل الصالح فالإيمان الآن يزعم والعمل الصالح للأسف غير موجود وهذه المشكلة الإنسان لا يقف عند حد معين من الحالة الإيمانية إما أن يصعد أو إما أن يعني يخبط في الحضيط أو يصعد في سلم الشيطان أو في سلم السيئات بكل أسف هذا حال الإيمان الزائف أو المزعوم أو أن يزعم الإنسان أنه وليا أو تقيا لا يقف عند مرحلة معينة فتراه يعني يهوي وينجر إلى هذه الدنيا ويتحول من رجل دين إلى تاجر أو بيزنسمان أو له أعمال حرة أو ربما يمتلك قنوات فضائية اليوم نرى هذه القنوات الفضائية الإسلامية التجارية هم يسمعون لنا القرآن من جهة وتنظر إلى الدعايات ولا يجوزك أن تنظر لا وليست هذه الأمور لكن هناك أمور يعني تخدش في الحياة فما هذا الدين؟ هل هذه الطقوة؟ كيف يعني يسوقون هذا الأمور؟ في كل أسف أصبح الدين يعني هو وسيلة فعالة وأداة ممتازة من أجل أن يحقق الإنسان مكاسب للأسف دنيا وليا حتى يكون واضح يعني حتى لا يفهم السامع والمشاهد هل يعني التجارة شيء لا يجوز أن يتعامل به المؤمن؟ أو هل لا يمكن للتجارة؟ لا لا ليست القضية أنهم في الواقع يعني القضية أن فعلا الذي يريد حرث الدنيا الله تبارك وتعالى يقول نزد له في حرثه أو نؤتيه منها والذي يريد حرث الآخر نزد له في حرثه هناك فعلا فئة من المسلمين يجب أن تكون للتفقه في الدين ولينذر قومهم إذا رجوا إليهم لعلهم يحذرون فهذه الفئة من العلماء يجب أن تكون منصرفة فعلا للدين ولدراسة الدين وأن يجعلوا وقتهم بالكامل في خدمة هذا الدين أما إذا كان الإنسان مشتتا فهو لا يستطيع أن يقدم بالكامل ما لديه ولا يستطيع أن يخدم الدين على الوجه الصحيح مثلا لدينا فيها الجماعة ما الذي نقصده ولا نقصد أن التاجر أو البزنسمان كما يقولون لا يستطيع أن يكون في لحظة إنسان صالحا أوليا أو إلى خير بل على العكس ربما إذا توفر له وقت قليل واجتهد فيه كثيرا وربما يتقدم على غيره كثيرا ولكن القصد أن الدين يجب أن لا يختلط بالدنيا يجب أن يكون دينا خالصا على سبيل المثال في جماعتنا نحن لا نهتم بأمور البزنس ولا بأمور التجارة ولا الجماعة لا تعمل في هذه الأعمال المشكلة أن الناس قد تشوه تفكيرهم إلى درجة أننا نواجه كثيرا بعض الأخوة الجدد أو بعض الناس يقولون مثلا لماذا لا تقوم الجماعة بشراء مثلا هذه الشركة الفلانية أو لماذا لا تقوم بإقامة مصنع في هذا المكان ليعمل فيه الأحمديون أو يعني يظنون بأن هناك تلازما الآن بين العمل في الدين والعمل في التجارة وصلت الأمور إلى هذا الحد أنها أصبحت كأنها عرف أن الشيخ يجب أن يكون صاحب بزنس أو أن يفتح الشركات من أجل التجارة ونعلم مثلا في مصر على سبيل المثال أن كثيرا من الأموال نهبت بهذا الاسم يعني يظهر شخص ويقدم نفسه كشيخ ويقوم بإنشاء شركات لتوظيف الأموال أو شركات للإسكانات والإنشاءات ثم يسلب أموال الناس ويفر أو تحدث كارثة يعني يدخل من باب العلم يدخل من باب فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوهم إذا رجعوا إليهم ثم يدخل من هذا الباب إلى البزنس يستغل ما أصبح لدى لحيته ومظاره وصلاته وسواكه وإلى آخره في صناعة بزنس كبير فيضيع بين هذه وتلك لا نشكك في نيتهم في البداية ولكن عندما أنت تفتح هذا الباب هذا الذي يحدث في النهاية يعني هكذا تفسد الأمور ربما تكون نيتهم فاسدة أيضا يعني بعضهم ربما نيتهم ليست فاسدة لكن مجرد أنهم ينصرفون من الدين إلى الدنيا ويهتمون بأمور الدنيا وبالتجارة فهنا هي المشكلة المشكلة أنهم يظنون بأنهم لن يؤمنوا مستقبلهم لن يحققوا شيئا إلا إذا حققوا هذا الفوز وهذا الغنى من خلال هذه التجارة بينما العالم الحقيقي الرباني يهتم بتوثيق العلاقة مع الله تبارك وتعالى يهتم بعدد الذين يدعوهم إلى الهدى ويستجيبون له ولا يفكر في طعامه وشرابه نعم لا يهتم لهذه الأمور على الإطلاق وهنا يعني هذا هو الجانب الذي أراد المسيح المعود عليه الصلاة والسلام أن يشير إليه والذي ربما لم يكن واسعا في ذلك الوقت ولكنه اتسعى في هذا الوقت يعني ارتبط المشايخ الآن بكثرة بأعمال البزنس والتجارة يعني أصبح هذا الأمر جليا هي المشكلة أن هؤلاء المشايخ يعني يستغلون مركزهم يعني هذا الشيخ هذا كبير المشايخ له مركز كبير وبالتالي نعم وهو وثقة وبالتالي يستطيع أن يستثمر على مستوى عال وكبير وهنا تحدث المشكلة ويحدث للأسف الفساد نعم جزاكم الله أحسن جزاء مشاهدين الكرام في كل مكان دعونا معا نخرج إلى فاصل قصير ثم نعاود بعده الحديث في هذه النقاط الهامة دعونا ندعو معا بداية نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سختك والنار فاصل قصير ونعود ابقوا معنا يا من أحاط الخلق بالآلاء نثني عليك وليس حول ثنائي انظر إلي برحمة وعطوفة يا ملجأ يا كاشف الغماء أنت الملاذ وأنت كهف نفوسنا في هذه الدنيا وبعد فنائي تعفو عن الذنب العظيم بتوبة تنجي رقاب الناس من أعبائي أنت المراد وأنت مطلب مهجتي وعليك كل تأكلي ورجائي أعطيتني كأس المحبة ريقها فشربت روحاء على روحائي متنا بموت لا يراه عدونا بعدت جنازتنا من الأحياء وأرى الوداد أنار باطن باطني وأردت عشق على حفي سيمائي شمس الهدى طلعت لنا من مكة عين الندار طلعت لنا بحراء نسعى كفتيان بدين محمد لسناك رجل فاقد الأعضاء إن المقرب لا يضاع بفتنة والأجر يكتب عند كل بلاء يا رب نفتح بيننا بكرامة يا من يرى قلبي ولب لحائي يا من أرى أبوابه مفتوحة للسائلين فلا ترد دعائي نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من صختك والنار مشاهدين الكرام أهلا بكم من جديد اسمحوا لي أن أسأل أستاذ تميم أبو دقة حول موضوع هم جدا وهو أن هؤلاء المشايخ يحبون أن يظهروا في هيئة الأقطاب والأبدال من خلال لباسهم ومظهرهم العام فهل هم في الحقيقة كذلك أي هل ظاهرهم يدلوا على حقيقة باطنهم أم أنه عند الامتحان يكرم مرء أو يهان عند التجربة عند المحك تظهر الحقيقة وليس في الراحة كما يقولون يعني هو في الواقع هذا طبعا جزء من تظاهرهم يعني هم في الواقع يظهرون يحاولون أن يظهروا أنفسهم كالأولياء فيحاولون أن يتحلوا بهذه الحلية أن تكون الهيئة فقط هي تلك الهيئة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذه الحقيقة التي ستحدث في المستقبل عندما قال بأنه تكون في أمة فزعة فيرجع الناس إلى علمائهم فيجدونهم القردة فإذا هم القردة والخنازير القصد بالقردة في الواقع هو أنهم يقلدون العلماء وهم ليسوا بالعلماء يعني القرد يلبسونه لباس الضابط على سبيل المثال أو لباس الأفندي أو لباس نعم ويتصرف ويصبح يتحرك ويتصرف مثلا كتصرف الضابط أو الموظف أو ما إلى ذلك وهو في الواقع في داخله قرد وهذه أحوالهم أحوالهم هيئاتهم هيئات العلماء ولكنهم في داخلهم ليسوا بشيء هذا طبعا يذكرني بنكتة يقال بأن أحد المشايخ أو أحد الذي كان يعمل في القضاء كان فيه مرة من المرات مشغولا فاضطر للخروج فقال كيف سأفعل لأن هناك أناس يريدون أن يسألوا بعض الأسئلة فعلي أن أجيبهم فالمهم توصل إلى حيلة أنه قد نادى الآذن الذي على بابه وهو عبارة عن إنسان بسيط ليفقى شيئا فألبسه اللباس وقال له أجلس في مكاني فإذا جاءك أحد فوسألك عن أي شيء فقل له أن هذه القضية فيها خلاف فدخل علي الناس عندما كانوا يسألون عن قضية كذا فيقول هذه القضية فيها خلاف ثم جاءه شخص وشعر بأن هناك شيء غير صحيح أو غير طبيعي فقال له أفل له شك قال يعني هذه القضية فيها خلاف فهم في الواقع ليس لهم علاقة بحقيقة العلماء ولا بحقيقة الزهاد ربما بعضهم يحسن الكلام ويحسن التصنع ويحسن التمثيل أيضا يعني هم في الواقع ممثلون يعني في الواقع هي تمثل أنها إنسان وهم كذلك ربما يتقنون أنهم يمثلون أنهم العلماء أو الأطقياء والزهاد ولكنهم ليسوا كذلك يقول المسيح الموود عليه الصلاة والسلام لا تجد فيهم علامة من فقرهم من غير الذوائب المرسلة إلى الآذان هنا القصد أنها علامات المساكين المنقطعين لله تبارك وتعالى كمثل العلماء الذين لا يعلمون من غير رسم الإمامة والأذان يقول أنهم كالعلماء الذين في الواقع يظهرون كعلماء ولكنهم لا يعرفون سوى الأذان وإمامة الصلاة أي أنهم خلوا من أي نوع من العلوم ولا تجد في حجوراتهم أثرا من بركات بل تجد كل أحد أبا أبي زيد في كذب وهنات هنا يشير المسيح الموود عليه الصلاة والسلام إلى أبي زيد السروجي السروجي في منقامات الحريري وهو الشخصية الرئيسة وهو كان عبارة عن شيخ داهية كذب يتحايل من أجل رزقه فيقول الواحد فيهم كأبي أبي زيد يعني أبو زيد يكون تلميذا له بالنسبة للاحتيال والخديعة يأكلون أموال الناس بالدعاء القطبية والبدلية ولا يعلمون من غير طواف القبور والبدعات الشيطانية يعني يأكلون الأموال وهم في الواقع لا يعلمون شيئا غير القيام بهذه الأمور والبدعات التي ليست من الإسلام في شيء وبعضهم في المجامع يتغنون وكمثل وليدة المجالس يرقصون وعلى رأس كل سنة لتجديد البدعات يجتمعون أي أنهم يعقدون الموالد ويعقدون المناسبات الدينية المختلفة التي ابتدعوها من عند أنفسهم يعني أتذكر في مصر كان في ذكرى المولد النبوي الذي يعتمدون يعني تخرج إلى الشوارع فتجد الطبول والمزامير والاحتفالات والرقص وإلى آخره كل هذا احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ادعاء منهم بحبه وأحب الله سبحانه وتعالى شيء غريب عجيب الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم هذا طبعا يذكرني بأحد أتباع الصوفية عندما كنا نذكر هذه البدعات ماذا قال يعني أنا لا أعرف لماذا أنتم غيركم ينتقدون هؤلاء الصوفية الواحد إذا نجح له ولد في التوجيه أو إذا زوج ابنه فأنه ينصب صبانا ويبدأ بالرقص والغناء مبتهجا بهذه المناسبة فلماذا لا نفرح بعلاقتنا بالله تبارك وتعالى قلت له من قال لك أنه لو حدث هذا معي لو نجح ابني في التوجيه أو لو زوجت ابني أنني سأرقص وسأنصب هذا بداية يعني قياس عجيب نعم يعني ثم هل هذا هو حال كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة وحال حتى كبار العلماء الصوفية مثلا كالجلاني وكابن عربي وغير ذلك في الواقع عبارة عن بدعات مستحدثة هم أوجدوها وهم يطربون كما يطرب أي إنسان للرقص والغناء في المسارح وغيرها يعني فعلا هو الأمر بسيط جدا يعني نستطيع فقط أن نقارن أعمال وسلوكيات هؤلاء المتصوفة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان الرسول عليه وسلم يطلب مثلا من مريديه وأتباعه مثلا أموالا أو مقابل هذا يعني أنه يعني يدعو لهم أو أنه قديس بالنسبة لهؤلاء الصحابة هل كانت هذه البدعات التي أبتكروها يعني مثلا يذهبون عندما يولى الطفل فيعملون له مولدا وحفلة ثم معروف ما المقصود والغاية وراء مثل هذا المشهد يعني أنهم يعني هم يعني يترفعون ولا يطلبون الأموال ولكن العادة معروفة أنهم يأخذون مقابلا وأجرا مقابل عمل هم يرونه أنه عمل ديني الأصل أن يكون إذا كان هذا الأمر من أجل الله سبحانه وتعالى الله سأل ألا يعني يأخذ مثل هؤلاء الناس هذه الأموال ويجعلون ذلك حرفة أو صنع لهم ثم يعني أيها المتصوف الحبيب ألم يكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويعشقونه مثلك وأكثرك أيضا هل فعلوا مثل ما فعلت في حياته أو حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قليل قليل من التفكر يعني يبين المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أنهم أيضا يكيدون لأجل رزقهم كيف يتحايل القط لكي يخطف الخطفة من الطعام هنا وهناك القط البري عادة هكذا يعني يترصد بينما القط الذي في البيت لا يأكل إلا إذا أطعمته كالسنور والفأرة وسم الحي الجرارة أو الجرارة المقصودة العقرب ويقول أنه لا يوجد فيهم من الديانة إلا اسمها ولا من الشريعة إلا رسمها هم في الواقع يخشون أن ينكروا الشريعة في كثير من الأحيان عندما تسألهم يقولون الشريعة مهمة ولكن المهم أيضا الحقيقة على قيمة لها يعني من ناحية بعضهم على في كل حال يشترئ ويقول أيضا أن الحقيقة هي أهم من الشريعة وبعضهم أكثر تحفظا يقولون لا الشريعة مهمة ولكن الحقيقة مهمة ولكن عمليا الاثنان ما يدعون أو ما يظنون بأنه الحقيقة يفضلونه على الشريعة ويقولون إنما وضعت الشريعة لكي توصل الإنسان إلى الحقيقة فإذا وصل إلى الحقيقة عند ذلك لا أهمية للشريعة لا أهمية للصلاة لا أهمية للالتزام بأي أمر إلهي إذا وصلت إلى الحب الإلهي فعند ذلك سقط كل التكليف وهنا هي الكارثة نعم تستطيع أن تجلس معطلا عن العمل لا تفعل شيء أنت الآن وصلت إلى الذروة وإلى أعلى درجة من درجات الحب الإلهي وبالتالي هم بهذا المسلك يعطلون فعلا الشريعة نعم المصلح المعود رضي الله عنه يقول بأنه جاءه أحد وسأل في روح هذا الشخص يريد ما يقوله المتصوفة فقال له إذا كنت تركب في سفينة فوصلت إلى البر بعد ذلك فهل هناك من داعي لكي تبقى في هذه السفينة ففهم المصلح المعود عليه الصلاة والسآل رضي الله عنه أن المقصود هو الشريعة فقال له هذا صحيح ولكن إذا كان البحر الذي أنت فيه لا نهاية له فعند ذلك لا يمكن أن تترك هذه السفينة وهذا في الواقع هذا هو الأمر ألهام جدا الشريعة مهمة لأدنى هذه الأمة ومهمة للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى آخر لحظة من حياته كان حريصا على الصلاة ولم يترك شيئا من هذه الشريعة رغم أنه قد وصل إلى أعلى درجات القرب الإلهي لأنه في الواقع فعلا الشريعة لها دور في البداية هي فعلا تساعد الإنسان على التقدم والانتقال من درجة إلى درجة ولكن في المراتب العليا تصبح هي ذلك الغذاء الروحاني الذي يتغذى به الإنسان المقرب من الله تبارك وتعالى يعني في البداية يشعر الإنسان على سبيل المثال بالتكليف أنه عبء أنه حمل ولكن الله تبارك وتعالى بعد ذلك يضع عنه هذا الأصر فيبدأ الإنسان يشعر بأن هذا التكليف إنما هو ذلك الغذاء الروحاني الطيب الذي يرتقي به والذي يحتاجه فيصبح حريصا على الشريعة أكثر من الذي يكون في البداية وصل إلى مرحلة أرحنا بها يا بلاد هل وصل هؤلاء المتصوفة من الحب لله كما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعني يعطلون الشريعة والعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقيم أنه تفترت قدمه وقيل له قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فلم يتوانى الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يتعامل حتى مع النوافل كبموازات الفرائد وبقي على ذلك حتى مماته وقد هو بلغ تلك المنزلة الرفيعة في الحب الإلهي صلى الله عليه وسلم أستاذ عبدالقادر يعني أرجو منك أن توضح لنا أكثر بعض عاداتهم الغريبة هؤلاء المشايخ وسلوكهم الشاذ البعيد عن جوهر الدين والربانية كما وصفه حضرة سيد أحمد عليه السلام في كتابه الهدى وتبصير لمن يرى نعم هو يبين حضرته أن هؤلاء الناس حقيقة يعني أحدثوا في الدين أمور كثيرة جدا وأصبحوا أبعد الناس عن سنة وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول حضرته قلبوا الأمور أكثرها كأنهم ليسوا من المؤمنين هذا حالهم المزامير أحب إليهم من تلاوة الكرآن يعني في حلقاتهم التي يعقدونها الطرب والطبل والدف أستعادوا نعم وهذا قدم على تلاوة الكرآن نعم وذكاكير الشعراء أملحوا في أعينهم من آيات الله الرحمن الأشعار التي يقدمونها هذه المادة الرئيسية في جلساتهم وحلقاتهم وداسوا أوامر الله كل الدوس ما ترى فيهم ذرة من اتباع السنة ولا كفتيل من السير النبوية وكثير منهم فتحوا أبواب الإباحة وآووا إلى عقيدة وحدة الوجود ليكونوا آلهة ويستريحوا من تكاليف العبادة يعني كما بينا وكما بير أخي أبو حمد قبل قليل أنهم يعني بهذا الدرجهم أصبحوا آلهة ليسوا مكلفين بأي أمر من أوامر هذه الشريعة والخطير هنا طبعا أن يكون مهودة ليصلاة والسلام عندما يقول وأووا إلى عقيدة وحدة الوجود ليكونوا آلهة وليستريحوا من تكاليف العبادة ماذا تقول عقيدة وحدة الوجود تقول بأن الوجود بالكامل هو الله وأننا نحن عبارة عن جزء من الله تبارك وتعالى وأننا سنعود في النهاية إلى الله بمعنى أننا يعني في الواقع عبارة عن مظاهر لله تبارك وتعالى والخطير في الموضوع أنهم يرون الصالح والطالح مظاهر لله تبارك وتعالى يعني يقولون الإنسان المؤمن هو يؤدي دورا مهما لكي تسير الحياة والإنسان الطالح أيضا يؤدي دورا مهما لكي تسير الحياة كأنه لا فرق بينهم ولا فرق بينهما وكل يقوم بواجبه وسيثاب على هذا الواجب ويقولون أنه ليس من واجبنا أن نغير شيئا من هذا الواقع لأن هذا الواقع هو الترتيب الإلهي الذي شاءه الله تبارك وتعالى في الواقع عبارة عن عقيدة غاية في الخطورة ما قولهم عن الجنة والنار كيف يستحق النار من يدخلها إذا كان هو خلق يعني ويقولون أن هذا الإنسان خلق أيضا للنار ولكن في النهاية يعني يفهمون من هذا الأمر أن القضية هي في الواقع مجرد لعبة يعني الذي يتعذب في النار أو الذي يتنعم في الجنة إنما الله تبارك وتعالى قد قسم له ذلك وخلقه من أجل ذلك منذ البداية وفي النهاية الجميع سيعودون إلى الله تبارك وتعالى سيدخلون في رحمة الله يفهمون الرحمة بطريقة زائفة لا يفهمون بأن الإنسان في الواقع بمخالفته لأوامر الله تبارك وتعالى يتعذب لكي ينصلح في النهاية هم يقولون لا أنه إنما خلق من أجل هذه اللعبة بين القوسين بينما الله تبارك وتعالى ردا على كلامهم يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ويقول ولو أردنا لهوان لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين يعني نحن لا نلهو ولا نلعب والقضية ليست مجرد لعبة الكل يؤدي دوره وعلينا أن لا نغير شيئا من هذا الواقع لذلك الخطورة في أمر هؤلاء أنهم يميلون إلى الكسل وإلى الخمول ويرون الإنسان الصالح أو يرون الأمة الإسلامية وإن صلحت أو إن فسدت فلا فرق ويرون أن الغير أيضا مهما حدث بهم ومهما حل فلا مشكلة وإنما هم يؤدون أدوارهم التي كان ينبغي أن يؤدوها ربما بعض الصوفية من يعتقدون بذلك لأن بعضهم يرون أنهم كما يعني بينا أنهم يعني يتقربون إلى الله عز وجل بحيث يصلون إلى مرحلة أنهم قد وصلوا إلى درجة أنهم قد أنهوا المهمة التي يخلكوا من أجلها وهي يعني القيام بيعني تكاليف وأوامر الشريعة هم تركيزهم كما يقولون على الحب يقولون نعم أنا أؤدي دوري أنا إن كنت الآن في عداد المؤمنين فعلي فقط أنا أفكر في الحب الإلهي مع أن الحب يقتضي والاتباع والعمل والعمل نحو إرضاء الله تبارك وتعالى ويقولون أن الآخر ما أدراك هذا الكافر ربما يحب الله تبارك وتعالى بل هو ربما يحب أكثر من الآخرين وأن القضية يعني هم يقولون أن الواجب عليك أن تفكر في هذا الحب الإلهي وليس المطلوب أن تفعل ولكن فكر في هذا الحب والحقيقة أنهم لا يحبون الله ولن يؤدي هذا الأمر بهم إلى أن يحبوا الله تبارك وتعالى وأنما سيحبون أهواءهم ونفوسهم وانشغلاتهم الدنيوية وسينكبون على الدنيا أكثر وهذا هي حالهم الحقيقية نعم جزاكم الله أحسن جزاء ولكن يعني كيف تطور الأمر باختصار بهم إلى هنا يعني دعنا نذهب للوراء إلى أن كان الصفيون ربانيون حقيقيون حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه الآن يعني ما هو الدافع كيف خلقت هذه الشعوذات والخزعبلات حتى وصلوا إلى ما وصل إليه الآن الحقيقة أن هذا كله استدراج من الشيطان والله تبارك وتعالى حذرنا من اتباع خطوات الشيطان لأن الإنسان لا يدرك كيف يجره الشيطان نحو الزلل خطوة بخطوة الحقيقة أن طريق الله تبارك وتعالى دقيقة للغاية ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى الله إلا بمعونة الله والنبي صلى الله عليه وسلم إذ وفق لأن يصل إلى الله فهذا كان فضلا إلهيا عظيما والله تبارك وتعالى أمرنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن نتبعه أدق لاتباع وأن لا ننحرف قيد شعره عن سنته لأن هذا الأمر مهم جدا لنجاتنا فهذه هي الطريق التي اختطها النبي صلى الله عليه وسلم بمعونة الله والتي يجب علينا أن نمشي ونسر عليها باستمرار هم بالنسبة لهم استعذبوا واستطيبوا بعض الأمور التي تظهر ظاهريا كانت أنها شيئا حسنا فأدت بهم شيئا فشيئا إلى الانحراف عن طريق الله وعن طريق رسوله لأنهم ظنوا أنهم يمكن أن يجدوا طرقا أخرى غيرها أنا ود أن نذكر بأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لإدراكهم لهذه القيمة الهامة ولهذا المعنى الهام كانوا حريصين حتى على أن يقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم في أدقة الأمور التي لا يظهر أحيانا أن هناك فائدة من تقليدها يعني يقلدون كلامه يقلدون جلسته يقلدون لباسه يقلدون كل شيء لا يعرفون الحكم في ذلك لأنهم يقولون أنه لا بد أن يكون هناك شيء سر ربما في هذا السلوك النبوي الذي أدى به إلى أن يكون مرضيا عند الله تبارك وتعالى ولكن بالنسبة لهؤلاء كما قلنا انحرافهم بدايته كان بنية حسنة يعني هنا فقط أود أن أذكر بقصة للخليفة الأول رضي الله عنه في الواقع كانت له أخت كانت تأخذ لديها أوراد أعطاها إياه أحد المشايخ الصوفية فكانت تركز كثيرا على هذه الأوراد فنهاها عن ذلك وقال لها عليك أن تتبعي السنة النبوية أن تصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفروض ثم بعد ذلك السنة ثم بعد ذلك النوافل ثم بعد ذلك الذكر الإلهي وأن لا تسرفي وأن لا تركزي على الشيء الثانوي أو على الشيء من الدرجة الأدنى قبل أن تهتمي بالشيء الأول يعني لا يجوز لنا أن نركز على السنة ونحن لم نهتم بالفروض لا يجوز أن نركز على النوافل ونحن لم نهتم بالسنة ولكنها لم تسمع لكلام الخليفة في ذلك الوقت لم يكن خليفة ربما حتى لم يكن قد التحق أو لم يكن قد ظهر الإمام المادي عليه الصلاة والسلام فالذي حدث أنها أخذت تركز كثيرا كثيرا فوجدت أن الذكر هذا أخذ يشغلها عن النوافل وشيئا فشيئا عن السنن وشيئا فشيئا وجدت في نفسها ميلا للتركيز على هذه الأوراد خلف هذه الأمور فاستغفرت الله وعادت مرة أخرى للتركيز على الفروض ثم السنن ثم النوافل ثم بعد ذلك الذكر الإلهي هؤلاء المشايخ عندما يعطونا شخصا على سبيل المثال وردا لكي يقول لا إلهي لله ألف مرة أو ألفين مرة أو 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 عليهم أن يتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لذكره أيضا سننا معين فإن هذا هو الذي سيفيدهم أما الإسراف والإفراط وسن سنن في العبادات لم يضعها النبي صلى الله عليه وسلم هو بداية طريق الإفراف المشكلة أن هؤلاء المتصورة يعني هم اتبعوا أهواءهم هذه المشكلة الأساسية وأبتعدوا فعلا عن تتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي بها وإلا لم يقعوا بهذه المشكلة والذي جذر هذه المشكلة أن أتباع هؤلاء المشايخ هم يقلدون أعمالهم تقليدا أعمى كأنهم أصبحوا آلهة فهم يعني يأخذون قول هذا الشيخ ويقدمونه على قول وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه المشكلة الكبرى وهذه البداعات يتم تناكلها من جيل إلى جيل فتصبح أصيلة في هذا المنهج الصوفي بكل أسف من الحراف في كل جيل حتى يصبح انحراف تراكمي عبر الوقت معنا من السعودية الأستاذ أبو أحمد سلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل كيف أحبالكم الحمد لله رب العالمين الحقيقة أنا أسئلتي قد الأسئلة أنت سألت وانت نفسكم سألت عن بعض منها بغض النظر عن الصوفية الحالية وانحرافات اللي تعمل فيها هي حتى الصوفية الأصلية اللي كانت في وضعها السليم نعرف أن النبي ما مارسها ولا الصحابة ولا التابعين وحتى بيحكى عن النبي أنه بعض الصحابة اعتذلوا النساء وصاموا الليل والنهار ووقفهم من هذه المسألة فمتى بدأت هذه المسألة كلها بعد الصوفية حتى في أحسن صورها متى بدأت وما كانت داعي لها إيش السبب اللي جابها هل ممكن تجاولي سؤالنا لعم جزاك الأحسن جزاك سنجيب هذا السؤال إن شاء الله سأطلب من ضيوفي تصدو على هذا الأمر أشكرك على مشاركتك معنا معنا من الجزائر الأستاذ حكيم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحبك الله وخاصة شيخ تامين أبو دقا شكرا بارك الله فيك على كل حال أنا متأكد أن الإمام المهدي حضرة مرضى أحمد القدياني أنا متأكد أن الإمام المهدي تكلم في المهدي ومعنى المهد هي العلوم الإلهية المودعة في الأذن فالأنبياء يأخذونها من مشكاته لأن الأنبياء يأخذونها من مشكات عيسى عليه السلام وهي العلوم الإلهية المودعة في المهدي أي في الأذن وقد قال ابن عربي محيدين ابن عربي قال أنه سوف يتكلم وهو كهلا ومعنى كهلا هي آخر الزمان فكما عنده أخطاء محيدين ابن عربي فأخبر أنه سوف يتكلم في المهدي أنه سوف يتكلم كهلا ومعنى كهلا هي في آخر الزمان نعم وصلت الفكرة أخي وقال ابن عربي أن الإلام المهدي لا يعرح إلا بالتأويل وهذا التأويل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مات على حب آل محمد دخل الجنة ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا نعم تزاك الله حسنا جزاء فكما أن الصوفية عندها أخطاء فطححها الإمام المهدي حضرة مرضى أحمد القدياني نعم بارك الله فيك وجزاك أحسن الجزاء بالفعل يعني هو إماما مهديا وحكما عدلا حكما عدلا يعني ينطوي تحتها هذا المعنى وهو تصحيح كل خطأ وترويج كل ما كسد وتصحيح كل ما فسد من أفكار هذه الأمة أترك التعليق لك والجواب على السؤال الأول لأستاذ أبو أحمد من السعودية حول الصوفية نعم بعد أن فقد المسلمون نعمة الخلافة الراشدة لأن الخليفة في الواقع هو المرجعية في كل شيء وهو المرشد وهو الهادي وهو الذي يجب أن يعود إليه المسلمون في كل شيء في أمور دينهم وفي أمور دنياهم أيضا والحقيقة أنه بعد غياب الخلافة الراشدة بدأ الناس يبحثون عن الناس الصالحين عن المرشدين عن الهادين عن الذين اقتبسوا من نور النبوة ومنهم من كانوا فعلا علماء وصلحاء صادقين ومنهم من كانوا في الواقع متصنعين ليسوا بهؤلاء وكانت الأهواء تعبث في هؤلاء المشايخ المصطنعين فالحقيقة أن الكل وخصوصا الناس من المرتبة الدنيا يطربون للرقص وللغناء وللشعر وهؤلاء الناس أدمجوا وأدخلوا هذه الأمور أدخلوها في الدين وفي الممارسات واصطنعوا تلك البدعات لأنهم بذلك عرفوا أن يجلبوا عددا من المريدين وفي النهاية هم يجمعون المريدين من أجل مكاسبهم ومن أجل منافعهم فالحقيقة أن هذا الموضوع تطور ووصل إلى لنقل إلى ذروته تقريبا فيما يقارب القرن الثامن الميلادي عند ذلك ازدادت ازداد وجود هذه النوعية من المتصوفين الزائفين ثم تعظم بشكل كبير قبل بعثة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام حيث كانوا منتشرين بشكل كبير جدا وأخذوا يشكلون تلك الفرق كانوا يأخذون البيعات ويدعونهم لاتباعهم فالمهم أن الخلافة الطبيعية على غياب الخلافة الراشدة على جفافة روحانية على انتشار الفساد ما هذا هو يعني هي ردة فعل دعنا نقول متوقعة في هذه الأجواء حتى يأتي إمام الزمان حتى يأتي منظر آخر الزمان ولذلك نعم نعم لذلك الراشدة الآن هي تقدم الخدمة العظيمة وهي أنها تخلص المسلمين من هؤلاء المشايخ الزائفين وتخلص الناس من ويلاتهم ومن المصائب التي ارتبطت بهم لأنه إذا عرف الناس مرجعيتهم إذا عرفوا خليفتهم عند ذلك لن يطيعوا هؤلاء ولن يسقطوا في براثنهم ولن يؤدي بهم الحال إلى هذه الحال التي هم عليهم على حد سواء هي أيضا نعمة لهؤلاء المشايخ أنفسهم إذا ما عقلوا ويعني علموا ما فيها من خير لهم أيضا فهم يعني ما كان بالنسبة لهم سراب سيصبح حقيقة إذا ما اتبعوا إمام الزمان يعني أحلامهم ستصبح يقضى إذا ما اتبعوا إمام آخر الزمان أكاذيبهم ستصبح حقائق راسخة حول علاقتهم بالله وحول الكرامات وحول كل هذه المفاهيم العشق الإلهي كلها ستتحول من أكاذيب ومن أحلام وأوهام إلى حقائق ملموسة يلمسونها إذا ما توضعوا لله سبحانه وتعالى واتبعوا مبعوث آخر الزمن يعني هذا بصداقة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الرشدين المهديين من بعد لأن هؤلاء الخلفاء في الخلافة الراشدة أو على خلافة على منهاج النبوة هم حقيقة من سيستنون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أمر حتمي لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة هؤلاء الخلفاء الراشدين وبالتالي هذا هو الخلافة الراشدة هي صمام أمام أمام هذه البدعات الدخيلة والمحدثة عن الدين وليس هنا طبعا فقط المسألة مقتصرة على بدعات الصوفية يعني كل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والبدعات موجودة في جميع اليوم الحركات الإسلام السياسي من يشرع للثورة على الحاكم من يشرع القتل المسلم بغير هكذا القتل النفس البريئة من يشرع للفوضى باسم الجهاد من يشرع القتل باسم الدين كل هذه حقيقة يعني بدعات تأصلت في جسد هذه الأمة بسبب غياب الخلافة الراشدة واليوم تكون هذه الغاية من الخلافة الراشدة ومجيء الحكم العدل أن نعود إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يعني كثيرا من أسمع اليوم الشعب يريد الشعب الحكم الشعب 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 وقرار الشعب هو القرار الصائب وإلى آخره وهناك كثير من يعاولون على على الشعوب وعلى العامة بشكل عام بأن فيهم الخير وأن الفساد هو مقتصر فقط على الملوك والحكام والمستبدين وأنما إن تسلم الشعب يعني زمام الأمور فأن يعني الخير سينطلق وسيبدأ يعني سيبدأ سيبدأ العالم سيصبح العالم عالما ربانيا ولكن يعني كأن فقط يعني هم ربانيون الشعب رباني ولكن هؤلاء الحكام يمنعون ويقطعون الطريق أمام هذا الشعب تجاه ربه ما مدى صحة هذه الفكرة بناء على مقدمه حضرة سيدنا أحمد الإمام مهدي وفي الواقع بعد أن ذكر الجميع الطوائف من الأعيان أو من علية القوم سواء من الحكام أو من المشايخ أو العلماء أو رجال السياسة أو رجال الإعلام أو غير ذلك تطرق إلى هذا الجانب وهو الشعب ما يمكن أن نسميه الشعب هو ذكره في هذا الكتاب في قوله أو في عنوان في ذكر طوائف أخرى من المسلمين فيقول حضرته قد سمعتم من قبل ذكر أعيان الإسلام ورجالهم ورجالهم الكرام فلعلكم تظنون أن عمتهم معصومون من السيئات وهذه في الواقع فكرة فعلا كما تفضلتم فكرة منتشرة بكثرة أن الشعب في الواقع هو صمام الأمان وأن الشعب هو في الواقع صالح وأن الأمر لو ترك للشعب فإن الشعب سيصلح أحواله ولكن الشعب ابتلي بهؤلاء الحكام أو ابتلي بهؤلاء المشايخ أو برجالات الإعلام والسياسة أو وغير ذلك فيقول المسيح المعود عليه الصلاة والسلام تبديدا لذلك فاعلموا أنهم كمثل كبرائهم ما غادروا شيئا من ارتكاب المعاصي والمنهيات وتراهم مسلوب الهمة كثيرا نهمة هالكين من سم الغفلة يأكل بعضهم بعضا كدود العذرة ويتركون أوامر الله من غير المعذرة قد فشل كذب بينهم والفسق والفحشاء والبخل والغل والشحناء يشربون كهسا دهاقا من الصهباء ويصبحون في القمر والزمر بترك الحياء يقولون نحن المسلمون ثم لا يتوبون من نجاسة الدينان كأنهم لا يؤمنون بالديان ففعلا إذا كان الشعب فاسدا إذا كانت كل هذه المفاسد متفشية في هذا الشعب كيف يمكن القول بأن الشعب هو صمام الأمان وهو الذي يعرف الحق والحقيقة وهو الذي لو ترك إليه الأمر فأنه يعني سيصلح على يعني كيف تصح ما قولت الشعب يريد الشعب لو أراد فأنه لن يريد إلا ما أراده هؤلاء الكبراء والأعيان ولن يؤدي بهم الحال إن أطلقوا العنان لصيحات الشارع إلا إلى مزيد من الدمار والهلاك فيما يتعلق بأحوال المسلمين بشكل عام فهذه هي الكارثة هذه هي المشكلة والجميل أن المسيح الموود عليه الصلاة والسلام استشرف هذا الأمر منذ وقت طويل قبل أن تنشأ هذه الصيحات لذلك على سبيل المثال نرى الآن سواء رجال الحكم أو السياسة أو رجال الإعلام أو رجال الدين أو غير ذلك دائما يقولون الشعب والشعب ويمجدون الشعب ويقولون السلطة والشرعية من الشعب ويكررون هذه الأمور الشعب هو في الواقع أنتم صنيعته وهو صنيعتكم أنتم أثرتم فيه وهو أثر فيكم الشعب ليس معزولا عن واقعكم السيء بل على العكس هو من أفرزكم فهذه هي القضية التي بيّنها المسيح الموود عليه الصلاة والسلام وأكد أن الصلاح لا يمكن أن يأتي من الشعب وأكد أن إصلاح الشعب إصلاح المسلمين سيؤدي إلى إصلاح كبرائهم وعلمائهم أيضا يعني أسعب القادر أليس يعني قد تساءل متسائل يعني أليس هذا تشاؤما إذا العلماء فاسدون والمشايخ فاسدون الحكام فاسدون الملوك فاسدون إذن من الصالح نعم هو ليس تشاؤم ولكن هو عندما يتحدث حضرته عن الفتن التي تعصف بهذه الأمة وهو يتحدث لغاية الآن عن الفتن الداخلية بمعنى أن ما يحدث الآن هو بسبب عوامل داخلية الحكام والعلماء والمشايخ ثم الشعب هذا واقع يعني نلمسه الآن هذا شيء موجود يعني نستطيع أن نقول هذا هو يعني واقع الآية التي تقول ظهر الفساد في البر والبحر وأصلا إن لم يكن هذا هو الواقع فليس هناك داعي لمبعوث من الله سبحانه وتعالى صحيح لابد أن يكون هذا هو الواقع حتى يكون هناك داعي لأن يبعث الله سبحانه وتعالى من يحيي ويغير هذا الواقع والمهم يعني المسأل هي لا تحتاج إلى يعني دغدغة عواطف إذا كان هناك مريض لابد أن نشخص المرض بشكل صحيح حتى نستطيع أن نصف العلاج لا مجال المجاملات نعم وإلا هم راهنوا على الشعب وراهنوا على حركات الإسلام السياسي ما الذي حدث الآن في ما يسمى بالربيع العربي الآن تأزمت الأمور وبالعكس تعمقت الفوضى وتأزمت المشكلة يعني بشكل كبير جدا ولا شك أن يعني الحكام ويعني الأمراء من أوجد هؤلاء الحكام يعني الشعب سواء بانتخاب هؤلاء الحكام أو بتقصيره في القيام بواجباته ومسؤولياته أو أداء يعني حقوق حقوق أو اتجاه الوطن الكل مقصر يعني ليس الحاكم فقط ثم لا يوجد حاكم ولا يوجد قائد ولا يوجد إلا وعوصله الشعب إلى ما وصل إليه يعني وإن كانت فئة من الشعب تراه غير مناسب ففئة أخرى هي التي أوصلت حتى وإن كانت هذه الفئة بعد عشرين أو ثلاثين سنة قامت عليه وغيرت رأيها فيه ولكنها هي في الأصل من أوصلته إلى ما شخصه وحضرته قبل قرن من الزمن عن حال هذه الأمة والفتن الداخلية التي تعصب بها من كان يشكك في الماضي الآن هو يشاهد بأم عينيه يعني ما الذي يحدث جزاكم الأحسن الجزاء دعوني أخذ هذه معنى اتصال من مصر الأستاذ أيمن عبدالبر سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي المفاهيم الخاطئ اللي هي السبب عند المشاكل المفاهيم الخاطئ هي السبب في المشاكل دي كله نعم أيوة المفاهيم الخاطئ هي السبب كل واحد عمل نفسه صح ومش نعرض يؤربنا أصلا هم في الفهم نعم كل واحد فكر نفسه صح وعشان يوصل من الحال الدين ما أمرنا لا بقتال ولا بظلم ولا التدخل في أي حاج بالعاوز يعبد ربنا ما يعبد ربنا يعني ما يدخلش أي أمر ثاني دنيا في العبادة بس برأيك من منوطن به تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة خصوصا وأنها منتشرة بهذا يعني الانتشار الواسع ومستفحلة في أذهان الأمة العلماء المفروض يرجعوا الأفكار اللي هم نشو 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 بيها ما صلحتش المفروض يرجع للقناة الاحمادية يتفرج ويشوفه العبرة ويشوفه النصار مش عايد ان الله يرجع عن فكره وعلى ما فكره خطأ نعم نعم جزاكم الله وعلى الله أحسن الجزائر أشكرك على هذه المداخلة معنا بوزيدي علي من الجزائر سلام عليكم أشكرا وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله تفضل وعليكم السلام . نعم نعم أرفع صوتك من فضلك وتفضل نسمعوك شكرا شكرا نعم شكرا نعم نعم شكرا تفضل تفضل نسمعوك تفضل السلام عليكم طيب جزاكم الله أحسن الجزائر سيد عبدالقادر هذه الصفات التي ذكرها حضرة سيدنا عبدالقام في كتابه وهو أنظروا إلى الشعب والسرقة والزنا والكذب والخداع والاحتيال وعدم الرأف والموسى والآخرين من هذه الصفات الكثيرة السيئة انظروا كيف هي منتشرة في عامة الناس وهذا دليل وهذه علامة على أن العامة أيضا لم يسلموا من الفساد ومن السوء أليست هذه الصفات موجودة في كل أمة أليست موجودة في كل وقت لماذا اعتبرها حضرة سيدنا أحمد عليه السلام علامة على فساد الأمة اليوم مع أنها موجودة في كل وقت وفي كل أمة لا تخلو أمة من هذه المظاهر هنا حقيقة الآن الشعب لاحظ أن أهم ما يميز الشعب اليوم هو غياب الأخلاق وتدني وانحطاط الأخلاق بكل أسف فعندما تنحط أخلاق الإنسان نتيجة انعدام العلاقة الحقيقية بالله عز وجل وهذا هو الإصلاح الذي ناد به مؤسس الجماعة أن إصلاح الأمة وإصلاح المجتمع يبدأ من خلال العلاقة الصحيحة والحقيقة مع الله عز وجل من خلال تلك الروحانية النقية البعيدة عن البداعات ثم هذه الحالة تورث الأخلاق وتجعلها هي الصفة العامة في المجتمع الآن عندما أنت تشخص المجتمع ترى أن الكذب منتشر وإذا شاع الكذب فكل الرضائل سوف تنبع من هذه السيئة بكل أسف فحتى أن المشايخ اليوم ليس فقط هم يكذبون إنما يبررون الكذب وإذا فسد رأس السمكة فمن الطبيعي أن يتلف بقية الجسم وليس هذا مشاهدين الكرام أنا أعتذر على المقاطعة ولكن ليس هذا سوء ظن منا وليس افتراء عليهم للأسف فنحن ملدوغون من كذبهم للأسف نحن نصلي للشرق ونحن نحج إلى الهند ونشرب الخمرة والأفيون في مساجدنا نحن لا نعترف بالقرآن ولدينا كتاب آخر اسمه الكتاب المبين نحن لا أعلم أيضا كثير من الافتراءات نحن لا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونشتمه ونرى أن الإمام مهدي المسيح الموعود خيرا منه وكل هذه الافتراءات تفترى علينا ونحن جربنا نحن لا نعد العصى نحن نأكل هذه العصي منهم لذلك نحن لا نفتري ولا نسيء الظن عندما نقول أنهم للأسف يكذبون لا بل هم يكذبون وهذا حقيقة نراها بأم أعيننا يعني للأسف أن أصبح المسلم يعني معروف بأنه يكذب ويغدر ويعني يفسد وهكذا يعني حتى ترى أن من أتباع الديانات الأخرى وحتى مثلا العلمانيين أنهم أحيانا ترى عندهم أخلاق أكثر من المسلمين بكل أسف يعني هذا عندما يذهب المسلم نرى عندما يعمل في مكان العمل كيف هو يخون الأمانة وكيف هو يلجأ إلى الكذب ولاحظ أن المجتمع اليوم يعني ممزق أين المحبة أين الألفة حتى بين الأقارب المشاجرات والنزاعات هي أصبحت للأسف صفة وبين ترى الحركات الإسلام السياسي أو الأحزاب أصبحت هذه الصفة العامة يعني كما يبين حضرته يتحدث عن حال عامة المسلمين أنه يوجد فيهم الساركون والسفاكون والمزورون والكذابون والزانون والأسار في عادات الفسق والفحشاء والخائنون والجائرون وعبدة القبور والمشركون والعائشون في حلل الإباحة والدهريون ولا يوجد جريمة إلا ولهم سهم فيها كما أنتم تعلمون وإن كنت تشك فاسأل حداد سجن من السجون نعم يعني هو بالفعل سؤال يجب أن نتفكر فيه قليلا إذا ما يعني هذه العلامات كلها موجودة هذه الصفات موجودة في كل أمة وفي كل وقت ولكن إلى أي درجة هي منتشرة إلى أي درجة هي صفة عامة ظاهرة وسما يعني بارزة في هذا المجتمع عندما الله سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر الفساد دائما موجود ولكن عندما يظهر بقوة وبشدة ويصبح هو السواد الأعظم هذه هي المصيبة وهذه هي المشكلة والقضية هي في الواقع هناك جانب أدى إلى تعميق السيئة عند المسيئة وهو الذي يجب أن يلتفتوا إليه بشكل كبير جدا وهو أنهم استهانوا ببعض السيئات وظنوها أنها لن تؤثر على علاقتهم بالله تبارك وتعالى ولذلك تعمقت هذه السيئات ثم تمادوا في هذه السيئات حتى استولت عليهم بشكل كامل يعني عندما يقول الشخص أنا مسلم إلى هذه الأمة الإسلامية طيب لا بأس إذا كذبت كذبة صغيرة هنا ومشيت أمري ولا بأس إذا احتلت هذا الاحتيال البسيط من أجل عيالي ولا بأس ولا بأس فأنا مسلم الله تبارك وتعالى سيغفر لي وأصلا هذا الموضوع عبارة عن شيء بسيط فألا يكفي أنني قد أمنت بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يذكرني بأحد المسلمين الجدد هو بريطاني وكان قد جاء وماه ابن عمه وابن عمه لم يكن مسلم ويريد أن يتعرف إلى الجماعة وكان قاسيا جدا في هجومه على الجماعة فقلت له فقال لي أمن أفضل أنا أم ابن عمي هذا قلت له لا أعلم الله وحده يعلم ربما يكون ابن عمك أفضل منك قال ألا يكفي أنني قد أمنت بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم ألا قيمة ولا وزن لذلك عندك فطيب شكرا جزيلا لك قلت له هذا الإيمان إن لم يرافقه العمل الصالح فسيكون وبالا عليك هذا لا يكفي بل على العكس سيدينك أكثر وهذا الذي حدث مع المسلمين أن السيئات تعمقت لأنهم استهانوا بها وظنوا أنهم بإيمانهم بالله وإيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم أصبحت ذنوبهم مغفورة وأصبح كل شيء مستساغا الخليفة أيضا الله تبارك وتعالى بنصر العزيز منذ عدة خطب جمعة يركز على أهمية عدم الاستهانة بالسيئات لأن الاستهانة بالسيئات يؤدي إلى تعميقها وإلى توسعها وإلى استشرائها وهذا الذي تعمل القضاء عليه في هذه الأمة جعل هذا الأمر شرطا أساسيا لإصلاح العزيز نعم جزاكم الله أحسن الجزاء يعني بقي لنا بضع دقائق أرجو من حضراتكم يعني أتلخيص ما تحدثنا عنه في هذه الحلقة وهو مشايخ آخر الزمان الذين يدعون التصوف والانقطاع والربانية وأنهم الأولياء وأنهم الأقطاب وأنهم أهل الله وأحبته وأصفياؤه هؤلاء دورهم اليوم في صناعة واقع هذه الأمة لابد لنا من تلخيص صغير بعد إذنكم سيد عبدالقادر يعني هو يبين حضرته أن هؤلاء المتصوفة يعني أصبح الإسلام بالنسبة لهم هو أمر يعني شكلي ومجرد يعني يظهر أمور يعني تتعلق ب أو يعني يقول بعيدة عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فكأستبدلوا كراءة القرآن بحلقات الطرب والرقص وقالوا أنه بهذه الطريقة وبكراءة الاذكار نستطيع أن نتصل بالله عز وجل وجعلوا هذا هو جوهر الموضوع وبنفس الوقت هم حاولوا بهذا العمل إسقاط يعني أوامر الشريعة وثم نتيجة هذه المعتقدات الخاطئة التي تسربت إلى أذهانهم هم حقيقة أن حرفوا بدل أن يكونوا زهادا في الدنيا أصبحوا منغمسين بها وأصبحوا تجار وأصبحوا رؤوس أموال كما قال عنهم المسيح أنهم ملأوا جيوبهم فالذي يهتم بما جيبه بالدراهم فكيف يهتم في أمر هذه الأمة إذن هؤلاء العلماء أو البشايخ المتصوفة هم حقيقة قد فسدوا وأن التقوى التي يزعمنا إنما هي إدعاء والذي لا يكتسب التقوى لا يكون عارفا بالله عز وجل ولا يعلمه الله سبحانه وتعالى المعارف الدقيقة وبالتالي هو سينحرف عن منهج وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سستميم في دقيقة يعني نؤكد أن الله تبارك وتعالى قد أنعم على هذه الأمة ببعثة هذا الإمام المهدي الذي يتضح يوما فيوما ويتضح لكل دارس ولكل مطلع على فكر هذه الجماعة وعلى كتبات حضرته أنه كان واعيا تماما لمرض هذه الأمة وشخصه تشخيصا دقيقا وعرضه بصورة تفصيلية بل واستشرف المستقبل وأظهر بعض الأمراض التي لم تكن ظاهرة في ذلك الوقت وإنما ظهرت الآن بشكل واضح للعيان هذا التشخيص الدقيق يدل على أنه من عند الله تبارك وتعالى وأنه هو من جاء بهذا العلاج بينما نجد الآخرين متخبطين لا يعلمون أين الطريق ولا يعلمون مقدار الزلل والخطأ وإن علموا لا يعرفون كيف الخروج منه بينما هذا الأمر واضح تمام الوضوح في هذه الجماعة وفي منهجها وفي سلوكها الذي ترعاه الخلافة الراشدة نعم مشاهدين الكرام في كل مكان اسمحوا لي أن أختم بهذا الاقتباس لحضر سيدنا أحمد المسيح الموعود الإمام مهدي عليه الصلاة والسلام وإن ربي يقول وإن ربي قد بشرني في العرب وألهمني أن أمونهم وأوريهم طريقهم وأصلح لهم شؤونهم وستجدونني إن شاء الله شائزين مشاهدين الكرام نشكر لكم حسن متابعتكم وإصغائكم ومشاركتكم وكذلك نعتذر من كل من لم يسعفنا الحظ في أن نستقبل مشاركته ندعو الله سبحانه وتعالى أن نتمكن من ذلك غدا نحن على موعد معكم غدا في نفس التوقيت الساعة الخامسة مساء بتوقيت جرينيتش السابعة عفوا الثامنة بتوقيت مكة المكرمة غدا إن شاء الله سوف نتطرق لموضوع في ذكر الفتن الخارجية كما تحدث وبيّن حضرة سيدنا أحمد عليه السلام كل ما تحدثنا عنه سابقا هو فتن داخلية في هذه الأمة غدا سنتحدث عن الفتن الخارجية وعن تشخيصها وعلاجها فتابعونا غدا إن شاء الله تعالى في نفس التوقيت مرة أخرى نشكر لكم حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب تطمئن القلوب تطمئن القلوب